كما ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي وليد بن جرون سيد وليد ما الذي يعنيه غياب القايد صالح عن المشهد الجزائري في هذا الوقت تحديدا أولا أعزي نفسي وأعزي الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية الجيش الوطني الشعبي وعائلة الفقيد بهذا المصاب الجلل الذي صراحة كان فاجعة وصائقة نزلت على قلوبنا صبيحة هذا اليوم المشؤوم أعتقد بأن السيد القايد صالح المجاهد المرحوم قائد الأركان ترك رصيدا كبيرا خاصة أنه من قادة الجيوش القلائل الذين خاضوا أكثر من خمسة حروب بداية من حرب التحرير المجيدة إلى حرب الرمال إلى حرب السبعة وستين إلى حرب تلاثة وسبعين إلى الحرب مع الإرهاب إلى الحرب مع طابور فرنسا وإلى الحرب التي تعيشها الجزائر وهي حرب الجيل الخامس وانتصر فيها وانتقص إلا في نكسة السبعة وستين إذن كيف ينعى الجزائريون أيضا على صعيد سياسي وعلى صعيد عسكري وعلى صعيد الحراك كيف ينعونه جزائريا صراحة الشعب الجزائري خسر أحد كبار قادته التاريخيين والحديثين والمعاصرين السيد أحمد قايد صالح ترك فراغا رهيبا أصدقك القول وهذا ما نشاهده على وجوه كل الشعب الجزائري وغالبيته خاصة أنني أصرت وقلت بأن الخبر كان بمثابة الصائق التي نزلت علينا هذا الصباح ولا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أن الجزائر كما هو معلوم هي دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص وهي مستمرة وهذا ما كان واضحا سيد وليد تعيين اللواء سعيد شنغريحة بعد رحيل القايد صالح مباشرة من قبل الرئيس الجزائري تبون ماذا يعني ذلك وكيف يفهم على صعيد شعبي نعم فعلا أعتقد بأن للمؤسسة العسكرية الجيش الوطني الشعبي تقاليد معهودة وهو أنه عندما يكون حالة شغور في منصب قائد القوات المسلحة أو قائد الأركان عفوا ينوبه مباشرة كتقليد رسمي ومعمول به في الجيش الوطني منذ القدم ينوبه قائد القوات البرية وقد نابى السيد ابن الأسرة الثورية المجيدة السيد سعيد شنغريحة نابى عن الفقيد أحمد قايد صالح رحمه الله في بروتوكل يعني معروف في المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الشعبي المجيد أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي وليد بنجرون كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر